اعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال مؤتمر صحفي في متحف البحرين الوطني عن اكتشاف تاريخي مهم ينير فصلا من فصول تاريخ مملكة البحرين يعود إلى أكثر من 3700 سنة وهو عبارة عن اكتشاف أسماء ملكين من ملوك دلم في العصر البرونزي وجد بعد عمليات تنقيب في المدافن الملكية بقرية عالي ملامح الحضارات هذه التي ترتسم على القطع الأثرية المثرية للمتحف الوطني ما هي إلا غيظ من فيذ عمق حضارة الإنسان على أرض وطننا البحرين فمن بين طيات التاريخ العريق وقعت يد المنقبين على سر أثري يطل على ناصية منعطف تاريخي مهم مرت به مملكة البحرين وقفت عليه عمليات التنقيب عن الأثار التي تشرف عليها هيئة البحرين للثقافة والأثار حيث كشفت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عن اكتشاف تاريخي مهم ينير فصلا من فصول تاريخ المملكة البحرين المكتوب إذ يعود إلى أكثر من 3700 سنة أي تقريبا إلى عام 1700 قبل الميلاد حيث تم اكتشاف أسماء ملكين من ملوك دلمون ممن حكموا أثناء العصر البرونزي فضلا عن تحديد مدفنيهما الملكيين هذا ما أكدته معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار هذا الاكتشاف يؤكد رؤية الثقافة لترويج للبحرين كوجهة لسياحة ثقافية حين نقول أن هذه البقعة مميزة بآثار وبمعالم تستحق الزيارة نستطيع أن نبرزها بالشكل اللائق عالميا وأن نستقطب سياحة نوهية تكمن أهمية هذا الاكتشاف في كونه يثبت وجود صلة بين السلالة الملكية المدفونة في عالي والممالك العظيمة في بلاد ما بين النهرين التي حكمها العموريون أثناء تلك الحقبة الزمنية مثل بابل وماري وحلب وأشور وإبلا وغيرها ولتحديد التسلسل الزمني للسلسلة الملكية المدفونة في عالي عكف فريق الباحثين المشترك طوال السنوات السبع الماضية على البحث والتحقيق في الترتيب الزمني وتاريخ المدافن الملكية في عالي معتمدين في ذلك على مزيج من التنقيبات الميدانية وتحليلات لعمارة المدافن والتاريخ بواسطة الكربون المشع الاكتشاف الأثر الذي تم الأفصاح عنه صباح اليوم في متحف البحر الوطني يشكل إضافة نوعية لمقتنيات المتحف نعتمد اعتماد كله في معارضنا المؤقتة وكذلك قاعات العضر الدائمة على هذه القطع التي تحاكي تاريخ حضارة الدلمون الذي دائما عنصر أساسي في سر تاريخ البحرين لسيما في العصور القديمة هيئة البحرين للثقافة والآثار أولت اهتماما كبيرا بالبحث والتنقيبات التاريخية والآثرية ومن ضمنها دعمها لجهود المنقبين البحرينيين الذين اكتشفوا هذا السر الأثري الثمين عام 2012 من خلال عدد من شضايا أوعية حجرية في إحدى المدفن الملكية في عالي والتي وجدت النقوش بداخلها ما يعني ضمنا أن المدفن الملكي المكتشف سابقا يمكن أن يكون مدفن الملك ريموم هذا الإرث الحضاري العميق الذي يمتد عبر آلاف السنين يأتي بالاكتشافات الواحد تل والآخر ليؤكد للعالم أجمع العمق التاريخي الذي مرت به البحرين وما تزخر به مواقعها الأثرية من كنوز وأدلة قاطعة للجميع يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين